التورتية بتاع البطاطا أو العيش اللي بالبطاطا أو العيش المكسيكي اللي بالبطاطا سخنتله الطاصة كويس جدا جدا عبارة عن دقيق جلوتن فري وده بيبقى مجموعة من أنواع الدقيق مختلطة مع بعضها جلوتن فري بيتباع في السوق موجود منه المصري وموجود منه المستورد وهنحط معاه بطاطا مسلوقة ومهروسة إزاي بقى؟ هقول لكم حالا المقادير بالزبط 3-4 كباية من البطاطا المهروسة أو 150 جرام كباية من الدقيق الأبيض اللي هي 130 جرام حسب بقى أنتوا عايزين تمشوا إيه؟ وممكن طبعا نحط رشة ملح بسيطة جدا للدقيق ممكن نحط رشة إرفة ما تقولوش أن أنا مش عندي إرفة رشة إرفة بسيطة جدا ورشة ملح بسيطة جدا اختيارية هحط بقى هنا بس في حاجة أكبر شوي عشان أعرف أتعامل وأعجن وهحط البطاطا طيب فيه أنواع من الدقيق الجلوتين فري ممكن لما تيجوا تعجنوا بالبطاطا تحسوا أنه هو مش مساعدكوا قوي في أنه يمسك مع بعضه أو في أنه يمتزج أو في أنكم تشكلوه كده فالحل ساعتها إيه؟ الحل ساعتها أن أنتوا تقوموا واغذين معلقتين زي ما دايما بقول فيه الوصفات الجلوتين فري بنعوض الجلوتين بإيه؟ مادة الربط بتاعتنا بتكون يا إما بزور الكتان يا إما بزور الشية صحيحة أو مطحونة لكل معلقتين من بزور الشية أو الكتان مطحونين أو سلام من 6 إلى 8 معالق أنا قلت معالق أقول لك بيات قلت معالق صح معلقتين من بزور الشية أو الكتان مطحونين أو سلام أصدهم من 6 إلى 8 معالق بنفس المعلقة اللي هي معلقة الأكل العادية خالص اللي بنشرب بيها الشربة مية من الحنفية بخلطهم كويس قوي 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 وأغطيهم واسبهم ربع ساعة وبعدين أحطهم بيمسك لي العجين اللي عندي فإنتوا برضو كده إيه بالخبرة وبالوايم هتبتدوا أن إنتوا تزبطوا الموضوع ده طيب برضو السائل هنا افردوا أن أنا لقيت وده بيبقى نتيجة نوع الدقيق ونتيجة كمان نوع البطاطا فيه أنواع منها فيها سائل كويس وفيه أنواع منها نشفة زي البطاطس النشويات بتاعتها عالية النشويات بتاعتها قليلة حسب نوع البطاطا نفسه يبقى أعمل إيه لو لقيتها زي كده بصوا بس بعد معجن كويس قوي يعني وديها إيه بصوا كل معجن بطلع السائل اللي جوه البطاطا وخليه يمسك في الإيه في الدقيق فما جيش أنا بقى دلوقتي أحس أنها مفرولة وأقول أميرة قالت أنه نوع البطاطا ده ما فيهوش ميا يلا نضيف ميا بازت الوصفة مننا لأ لازم أصبر شويتين تلاتة وعجن كويس قوي المدة ما تقلش عن عشر دقايق ربع ساعة وأنا بعجن بإيه ببراشر يعني آه يعني بضغط جامد يعني بضغط بقوة هي دي الكلمة اللي أنا عايز أجيبها ضغط بقوة بصوا أهي بصوا عملة تختلف إزاي أهي أنا بستخدم حاجة شفافة عشان كده شايفين كل ما بضغط كل ما بتختلف خالص الدقيق بتشرب البطاطا والبطاطا بتطلع السائل بتاعها فتبتدي إيه تمسك في بعضها أهو شايفين ما شاء الله أهي عاجين عادية خالص هفضل بقى عجن فيها لحد ما التخريزة دي تروح ليه عشان لما أجي أعمل العيش ما يطلعش مني آه عيش مفرول تمام بعد ما عجن كويس قوي بقى أو أفضل عجن 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 هقوم لفاها بمعلقة زيت زتون وشايلها مغطيها وشايلها على جنب بعد ما تطلع بقى بعد على جنب ده هيبقى ده شكلها شايفين طريق إزاي جماعة شايفين أهو هقوم مقطعها رغفة صغيرة وحطها هنا عشان ابتدي أفردها عايزين تفردوها على شوية دقيق جلوتن فري ماشي عايزين تفردوها على معلقة زيت أنا بفضل لإني بحس أن طعم العيش بيطلع حلو جدا وكمان قوام العيش بيطلع حلو جدا على الزيت فبنتبقى فكرة لطيفة يعني أن أنا أستخدمها على الزيت تمام هاخد نقطة زيت أوريكم بس الفكرة ونتلع فاصل أفردهم ونرجع نقطة زيت تحت أهي كده وحاخد رغيف العيش لازم أقفله من تحت فأدم كده أهي أهي سرة زي ما بنقول كده واجع السرة دي قوم حطها على الزيت من النحيتين وافردوا السرة دي تحت وابتدي أفرد العيش بإيدي أو بالنشابة ونقطة مهمة جدا جدا ده أنا فردته على دقيق جلوتين فري أهو فمش حدي الطاصة زيت لو حسوي اللي أنا فرده على الزيت هدهن الطاصة زيت تمام كده فأنا حدق دلوقتي مثلا باللي مفروض على الدقيق لازم بقى معايا عكس العيش العادي ده فلاد برد اللي هو العيش اللي ما بيبقاش قابب لازم يبقى معايا منديل عشان أنزل كل فقاقيع الهوى عشان يفضل فلاد برد زي ما هو والطاصة لازم تكون سخنة مولعة وأسوي على النحيتين أهو وبالمنديل بفضل إيه أتأكد إن أنا أي فقاقيع هوا بنزلها علشان ما يعلاش معايا العيش بطلعوا على إيه فوتت مطبخ نضيفة ومش مبلولة يتحط عليها زي وزي أي عيش وبالذات الجلوتن فري عشان ما ينشافش وبغطي بيها برضو أنقل على الناحية التانية مرتين تلاتة كده بنقل شايفين على الناحيتين وأتأكد إنه ما فيش أي إيه ارتفاع في العيش لحد ما يستوي كويس جدا وما يبقاش فيه أي تعجين خالص حقوم شايله حطاه على الفوتة ومغطيه بباقي الفوتة عشان يفضل طري بعد كده بنشيل وقف كياس بنشيله في علب زي ما أنتوا عايزين كده إحنا خلصنا عيش التورتية اللي بالبطاطا